السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابني عنده 17 سنة حرارته ارتفعت من 5 ايام اديته خافض الحرارة اقراص نزلت الحرارة يومين وزادت تاني كشف اخد حقنة في الطوارئ وكتب الدكتور مضاد وخافض الحرارة وفور للبلغة بس مش بياكل كويس وجسمه تعبان يقول لي صدري بيوجعني وضربات قلبه سريعة وعنده هزل اهم كلمة بقى اخر كلمتين كذبهم اهم كلمتين دي في الكاميرا تركز عليهم كلمتين اخرانين دون والبول غامق البول لون الشاي دي اهم كلمة في رساله اولا بادئ دي بادئ باتفق الحرارة الطبيعية كامل الحرارة الطبيعية يا اخواني من 6 و 4 من 10 ل 7 و 2 من 10 الحرارة الطبيعية من 6 و 4 من 10 ل 7 و 2 من 10 تحت 6 و 4 من 10 مش طبيعية فوق 7 و 8 من 10 انا سخن تمام في مفهوم في مصر وفي مصر فقط في مفهوم في بلدنا وفي بلدنا فقط وده قد يكون نقص وعي قد يكون احنا المقصرين كده كترة ان احنا نقول للناس الحرارة في مصر الساوي مضاد دحاوي وهذه جريمة هذه جريمة بيشترك فيها مين بقى يشترك فيها فلان وفلان وفلان سخن يلا اجيب له مضاد دحاوي مين قالك ان المضاد الحاوي حينفع في حالكم مين قالك السخن يعني دكتور السخنة بيجي بقى لنقط كثيرة جدا ألا تعلم ان الكبد لو كسل شوية حرارتك تعلم ألا تعلم ان الحمى الروماتيزمية سخن والمضاد ميأثرش فيها بتاتا ألا تعلم ان نزيف المخ سخن ولا تؤثر فيه المضادات الحيوية ألا تعلم اللي عنده أورام خبيثة سخن انا مش مخوف الأم خالص انا هجاوبك على البول اللي زي الشاي بس بعد الفاصل على بالمشرب شاي قبل الفاصل كنا منتكلم على رسالة مهمة ان مش كل سخن يساوي مضاد دا احنا عندنا السخنية دا يعني دا سؤال في باكالوريوس تكلم عن اسمها بارتفاع الحرارة بياخد عضو عضو بقى السل اللي هو الضرة بيسخن الأورام بتسخن الأمراض المناعية كلها اللي عن سخن سمعتوا على حاجة اسمها روبوتويت سخن سمعتوا على حاجة اسمها زئب حمرة سخن سمعتوا على اسمها التهبات الكوبيبات اللي في الكيلة سخن كل دول مضاد حينفحهم اطلاقا دا المجموعة السخنة اللي المضاد حينفحها قد كده من مجموعة قد كده فبلاش نتصرع السخن يلا جري عالدكتور عشان يشخص الحالة الحرارة عرض وليس مرض هو سخن ليه طايم مضاد حينفح موافق هو الإنوع الميكروب تايفود زي بروسيلا زي لوث بلاش الطريقة دي لان الطريقة دي تضيع هنحاول بقى عند البول اللي زي الشاي بول زي الشاي مع واحد سخن اول حاجة افكر فيها التهب كبدي اول حاجة التهب الكبدي عندنا انواع كتيرة في السن دا 17 سنة المشهور قوي ايه فيروس ايه بي و سي مش مشهورين في الحالات وما يعملوش كده اللي متأخر قوي انما واحد سخن وبقوله ماء الاحتمال الاول انتي مقولتيش بيت ايه ولا لا انا اؤكدلك انه عنده قيء و قد يكون عنده اسهال وده من الاكل بره البيت فيروس ايه بيجي من التلوث ياولاد محدش ياكل بره بيته عاشر مره بقولها السمنة بسبب الاكل بره البيت النزلات المعوي فيروس ايه فيروس ايه مو عادي بالبق زي بي و سي بي و سي عايز حقنة انما فيروس ايه يصيب الكبد ويعلي انزيمات الكبد ويخلي الواحد سخ ويخلي بقوله غامق ويصفر عيني شوية لو الام بصت في عينين ابنها قد ايه مسفر شوية انما مش شرط اللي بقوله ده خالص ممكن بقوله زي الشاي عشان مركز سخن ومش شبشه مية كفاية ممكن جدا يبقى بقول مركز انما ما يصلش لدرجة الشاي ده ساعات يصل الى درجة العرقسوس يبقى لون العرقسوس البول انما شاي ده غامق غامق سببه ايه قد يكون بول مركز زي ما قلت انه ناقص مية او كده وقد يكون اجتهاب كبدي وبائي وده يا بنتي مريض سخن يروح للدكتور اوعي تفتي فيه ولا تسألي جرتك اقول لها طب تدينه اقول لها رصدي ردتها الابني يخاف ما ينفعش الكلام خالص خالص يا الهدف من الكشف والابحاث التي تجرى لاي مريض سخن هو الوصول الى السبب الهدف هو الوصول الى السبب ده ايه البولو بيحرقوا جايز بول بيحرقوا وعنده التهاب في المجاري البولية هتقول لي البول غامق جايز معه شوية دم شوية دم في البول يغمقوا البول جدا جدا لان الدم بيتكسر في البول فيدي الهيموجلوبين تقول لهم غامق زي الشاي فالهدف هو الوصول الى السبب انه معالج عمياني ايه بقى مش متعلم ايه بقى مش متعلم المتعلم يعالج السبب ولا يعالج الظاهرة طب ايه يعني طب انا اديله ده الحارة هتنزل بعد ثلاث دقائق هي دي مشكلة يعني ما هو فيه قراص تنزلج حارة في ثلاث دقائق دي مش مشكلة المشكلة ان نعرف السبب انت قلت انه اديله قراص والحارة نزل ورجع التاني اذا السبب ما تعرفش